اهلا بكم متابعين العزاء وفاة اماني جزار فتاة المنوفية على يد شاب لا حول ولا قوة الا بالله قصة نايرة اشرف وسلمة تتقرر كان بعكسة ولم يتقدم لخطبتها هكذا قالت اسرة طالبة اماني جزار ابنة قري الطوخ بمركز بيركت السبع في محافظة المنوفية عكب مصرها امس على يد شاب بطلق خرطوش واوضحت اسرة المجن عليها ان المتهم لم يتقدم لخطبتها فهو شخص معروف بسوء السمعة وتعاطي المخدرات فضلا عن رفض الاب الارتباط قبل الانتهاء من الدراسة فيما نعت سلمة جزار شقيقتها في منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكتبت فيه ان لله وان اليه راجعون اماني اختي في زمة الله اياكم وانت حسبوا الموت هين كيف حالك يا عزيزة قلبي ما زلت اتذكر واتذكر ما حدث في ليلة الماضية واتذكر كم احببت المحادثة بيننا للذكريات وكم كانت حنونة واتذكر نبرد صوتها كأنها جرس في ازناي الان ينزف الجرح من جديد ونبكي بدل الدموع دما ليتها تنتهي هكذا ان ذكريات الموتة ان افاقت تجعل احزانك كلها طفيق واتذكر انني كلما مرت سنة لا تمر بسلام انما تمر تاركة لي ذكرى لاحدهم وبعض العظام المتبقية في المقبرة هل ندرك من الالم الذي يشعر به احدهم عندما يشتاقى لشخص غمره عظامه في التراب هل تدرك قصد ان تشتاقى لأحدهم وتذهب لتبحث عنه فتجده جثة ولتسجل شمس الشروك اليوم 4-9-2022 مراسم دفن اختلي طرح التاركة للحياة بما عليها لتغرب الشمس وتأخذها معها وتابعت فحقا الفراق ليس بهين وفراق الموت ليس مجرد تأشوق يلامس قلبك بل موس يقطعك وكأنه يدغدغك ولا احد يشعر ارقدي بسلام ستظل ذكراك في قلبي محفورة لن تنسى ان الله وان اليه يراجعون فضلا لا تسأل اعجاب الفيديو والاشتراك والقناة